تراجع حد لرقم أعمال سوق التأمينات في الجزائر خلال سنة 2016 هو ما توقعه الاتحاد الجزائري لشركات التأمين بسبب حرب الأسعار بين وكالات التأمين ما كبد القطاع خسائر قدرت بـ 18 مليار دينار خلال سنة 2015 ارتفاع رقم أعمال في الثلاثة الأول لـ 2016 كان بحوالي 5% على حسب الأرقام الظرفية يعني رح يوصل إلى حوالي 34.5 مليار دينار لكن أنا حسب رأيي وحسب تقديرات مجموعة من الخبراء والعاملين معي نظن أنه في 2016 رح تكون هناك انخفاض حاد في رقم أعمال رقم أعمال التأمين عن الحوادث والأضرار لم يسجل أي ارتفاع خلال السنة الفارطة نسبة النمو في 2015 300 ألف سيارة يعني كنا ننتظر 12 إلى 18 مليار دينار رقم أعمال إضافي في 2015 حققنا 0.2190 مليون دينار يعني 18 مليار دينار ضيعناها في حرب الأسعار إذن فقدان سوق التأمينات لحصة كبيرة من خدمة التأمين على السيارات الجديدة بعد عملية تجميد استيراد السيارات خلال السداس الأول لسنة الجارية منخفاض قيمة الدينار إضافة إلى حرب الأسعار التي فرضتها الملافسة الشديدة بين وكالات التأمين كلها عوامل قد تؤدي إلى انهيار هذا القطاع الذي طالما كان يعد مربحاً خاصة بعد تحقيقه لرقم أعمال فقى 130 مليار دينار سنة 2015